اشتركوا في القناة اول اشي احنا حلقتنا بتتقسم لثلاث اقسام القسم الاول اللي هو هذا اللي احنا موجودين فيه اللي هو ثلث الاول هاد موجود في كل الفيديوهات لكل الابراج لكل شيء لانه هاي مقدمة بتشمل كل شيء عشان ما ظلش اعيد في نفس الحكي في كل حلقة لكل برج فباخذ الجزء هاد بنجله انا بحطه في كل التوقعات اول شيء اللي احنا منحب نحكي اذا انت حب ما بدك تسمع الابراج الكواكب الموجودة والزوايا والتأثيرات والتنقلات ما تسمع المقدمة الاولى ولا المقدمة الثانية اروح على الثلث الاخير واسمع التوقعات الاسبوعية لحالها وتفي بالغرض بحاول انا ادمج لك اياها بشكل مبسط هيك يعني وبشكل سلس وبحاول اجيب لك كل اشي العلاقة بتأثيرات الكواكب والزوايا احط لك اياها في التوقعات الاسبوعية فاروح على التوقعات الاسبوعية واسمعها اللي بحب يسمع معلومات عشان يتقف وعشان يفهم كيف علم الفلك وكيف منشتغل وكيف التأثيرات او شو سبب التأثيرات اللي بتصير عليه طولة الفترة هاي بقدر يتابع اللي هو الجزء الثاني اللي احنا بنحكي فيه عنه عن الكواكب وين موجودة في اي بيت لاله كل بيت هذا ايش التأثيرات اللي بسويها عليه ان كان ايجابية او سلبية بالنسبة للتوقعات انا ما بجامل فيها يعني اللي بنتظر انه هو بدي يسمع اشياء ايجابية فقط لا غير وامدح له او رجي الدنيا البحر الطحيني واخلي يعيش انه يعني كل كنوز الارض وكل الارباح وكل العاطف وكل الدنيا طبعا هذا الاشي مش رح تجده عندي اذا برجك بحكي هذا الاشي رح احكيه لك ايا اذا بحكي عقص هذا الاشي رح احكيه لك ايا لانه انا بالنسبة للي لا بجاملك ولا رح اجاملك ولا مستعد اني انا اجاملك لاني انا بدي اعطيك اشي انت تستفيد منه يكوني حاكي الواقع تبعك او الوضع تبعك فعشان هيك اذا انت مش عاجبك عادي جدا اطفل فيديو واطلع منه مش اني يعني انا بتعالى عليك او انا بدي اسمعك حكي او يعني متجمل عليك لا على اساس انك انت ما تضيع وقتك وفي نفس اللحظة ما تنزل في الاخر يعني انه ما فهمت اشي وما عجبتك الموضوع او ما عجبتك الطريقة روح ابحث في قنوات فيه اشخاص ممكن بوصلوه لك المعلومة احسن مني انا الاشخاص اللي متابعيني واللي بعرفوا الاسلوب بتاعي بعرفوا انه انا بالتوقعات اليومية انا بعطيك 12 توقع او 12 بيت بشرح لك كل الاوضاع الحياتية تبعتك طول اليوم وكل الاحتمالات اللي ممكن انت تئما تستفيد منها او انك تكسبها او تحتاط منها عشان برضو المسألة الاخيرة اللي هي الطالع اللي هي المسألة المشكلة الاساسية لكل واحد بيجي بيسأل بيقول لي انت بتحكي عن البرج ولا عن الطالع شو الفرق بين البرج والطالع لما انا بحكي توقعات هي هي اذا بدي احكي عن البرج بدي احكي توقعات ولما بدي احكي اذا انت طالعك مثلا لنفترض جدي وطالعك لنفترض انه جوزة مثلا واجيت انا بدي احكي بدي احكي برج الجديد وبدأ احكي الجوزة فانا هيك حكيت البرج وحكيت البرج ولكن انت بالنسبة للك البرج الثاني هذا صار طالعك فعشان هيك بتروح بتسمعه اذا انت حابب تسمعه الان اللي ما بيعرف طالعه ما يكتب عشان انا اطلع له طالعه لانه استخراج الطالع يعني انا في عندي مهام مش سهل اني انا اقعد استخرج الطالع لكل واحد في اشخاص على القناة يعني اعضاء موجودين هدولا بساعدوا بعد مرات لاستخراج الطالع انا عشان اسهل عليك المعلومة في صندوق الوصف انا حاط لك رابطين رابط بشرح لك موقع وديك على موقع عشان تستخرج منه طالعك ورابط بشرح لك كيف تستخدم الموقع هات اذا انت ما بتعرف لا هاي ولا هاي حاط لك رابط في جدول بتقدر من خلال الجدول تاخد لاقرب منزل الى الطالع تبعك وصفات الطالع موجودة برضو بتقدر انت تسمعها وتتأكد انه هذا بنطبق عليك ولا ما بنطبق عليك خلينا عشان ما نطيل المعلومات خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية اول اشي عشان نحكي عن وضع الكواكب برج الثور طبعا بالنسبة لحركة الكواكب هذا الاسبوع معروف انه الشمس ما زالت موجودة في البيت الثالث لا اليك راح تنتقل للبيت الرابع يعني لبرج الاسد فعشان هيك بتقلب الاسبوع هذا من النص يعني اليوم الاربعة بنتقل للبيت الرابع فعشان هيك اهتماماتك في الامور الها علاقة بالاتصالات والحوارات والنقاشات وامور الها علاقة بالاخوة والجران اللي كانت يعني مركز عليها بالفترة الماضية اكثر بتنتقل الامور الان وبتصير الها علاقة بالبيت او بالعائلة او التقارب العائلة او امور الها علاقة ببعض النشاطات المنزلية او العقارية او الاهتمامات بامور الها علاقة بالمسكن كتغيير او ديكور او شراء او ترحيل او تنقيل او امور عائلية او مشاكل او التزامات عائلية طبعا بالنسبة لعطارد صار ايجابي الان بدعمك بقوة فبعمل سرعة بديهة عندك عالية جدا وبرضو قدرة على التنقل والاتصالات نشاط عالي عندك قدرة فكرية عالية جدا تنشط بامور الها علاقة بالاتصالات والمواصلات وامور الها علاقة بالتليفونات او بالسيارات او رخصة سيارة مثلا او الاهتمام بالاقناع او ترويج لسلعة او لعمل معين وبرضو بتنشط ما بين الاخوة وما بين الجيران بالفترة هاي اما بالنسبة للزهرة فما زالت داعمة على مستوى الامور المالية فبتركز على ايجابيات ممكن من خلالها تجد بعض المخارج او المساعدات او الدعم على مستوى الامور المالية وبتحسن الوضع المالي او ممكن تجيب لك دعم مالي او استفادي مالية معينة من مشروع او من فكرة اما بالنسبة للمريخ فهو في بيتك 12 عشان هيك دائما هذا بيأثر على اشياء الها علاقة بالاعداء الخفيين وبتأثر على امور الها علاقة بالعمل برضو او مشاكل او بتراكم عندك عمل معين او بتصير تفكر في مشاريع كثيرة ولكن بطريقة متسرعة وبرضو بتعمل بعض التقلبات على المستوى الصحي اللي بتيجي بشكل مفاجئ اما بالنسبة لبرج الجدي طبعا اللي هو بيتك التاسع فطبعا المشتري وبلوتو زحل بتراجعوا الثلاثة وبرضو موجودات في البيت التاسع عشان هيك بتجد نوع من انواع التهرب من الدراسة او من بحث او من موضوع علمي ممكن تجد صعوبة حتى بالتفاهم او التواصل مع مؤسسات تعليمية ممكن يكون عندك ضغط على مستوى دورة او بحث او ايشي له علاقة بلغة او سفر او تأجيل السفر او تعطيل السفر وحتى على مستوى الناس اللي بيشتغلوا في شغلات الها علاقة بالاستراد والتصدير اما بالنسبة لنبتون في بيتك 11 فهو بحدث نوع من انواع التقلب بالمزاج اثناء التعامل مع بعض الاصدقاء فممكن يكشف لك بعض الاصدقاء وممكن يعمل لك نوع من انواع الوساوس او الشك في بعض الاشخاص انهم بتآمروا عليك بالخفاء من الاصدقاء او بفتحوا مجالس نميمة او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة الى اورانوس في بيتك الاول فهو بحدث تقلبات على المستوى الشخصي والنفسي فبيخليك تتصرف تصرفات مفاجئة او بيصير معك بعض التقلبات المفاجئة على مستوى المزاج او على مستوى الشخصي هيك بنكون خلصنا من حركة الكواكب وهي تأثيراتها خلال هذا الاسبوع والفترة القادمة خلينا نروح على توقعاتنا الاسبوعية ونشوف خلال الاسبوع القمر ايش بده يعطيك مزايا طبعا من صباح اليوم الخميس وحتى عصر يوم السبت القمر موجود في الجوزاء فعشان هيك بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات ممكن تهتم لاوضاعك المالية وتخوض تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك اهمش انك ما تجازف باموالك او باستقرار وضعك المالي بدك تدير بالك وتتروى شوي حتى تتوضح الامور بشكل جيد اهمش انك ما تبالغ بمصروفك واحذر من المنافقين ورتب وضعك المالي اما من عصر يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود بالسرطان بيت حليف لا اليك فعشان هيك بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات اهمش انك تكونوا اكثر صبر على الطرقات فترة مناسبة لا اجتياز امتحان او مقابلة عبر عن رأيك ولكن بهدوء ودون اثارة العدوات والتحفظات ما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة اهمش انه بالفترة هاي ما رح تهدأ وطيرتك من الاتصالات والتحركات والعمل حتى الاجتماعي بنشط بشكل كبير من مساء يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الاربع على الخميس بصير القمر موجود في الاسد فعشان هيك تحتل الامور البيتية والعائلية القصط الاكبر من تفكيركم ابتجدوا تعاون من افراد العائلة تلمس توتر على الصعيد الشخصي او العائلة اهمش انك تتخلى عن مواقفك المتحفظة او المتصلبة وتجنب العمليات الجراحية بالفترة هاي خذ فترة متقطع من الراحة واستشير طبيبك من ليلة يوم الاربع على الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود بالعذراء عشان هيك بتظل الرغبة قوية في هاي الفترة ماء في التقرب من احبائكم وإيجاد قاسم مشترك بجمعكم فيهم بحيطك الفلك بحيوية وحماسة لمتابعة المساعي وللتوصل او للتواصل مع المحيط ممكن يكون هاي او تكون هاي الفترة من افضل ايام الشهر او فرها حض وبتشعر بنوع من انواع الطمأنينة والراحة وخصوصا على المستوى العاطفي وعلى مستوى الحضوظ هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء